احتفلت مصر بتخريج جيل جديد من أبنائها الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه كاميرا التلفزيون المصرية شاركت الطلبة وزويهم هذا اليوم والتقط بعدد من أهالي طلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم محمد السيد محمد الغرب والد الطالب أحمد محمد السيد الغرب أنا النهاردة في أسعد أيام حياتي وشرف كبير جدا أن أرى ابني خريجي الكلية الفنية العسكرية من ضمن الأوائل وإن شاء الله دائما في الأول بإذن الله أحمد محمد السيد محمد الغرب طالب الكلية الفنية العسكرية من أول الدفعة الحمد لله يعني ربنا كرامني وقدرت أن أشرف أهلي وبرضو أشرف كليتي قدام من الكليات التانية وأنا سعيد جدا بأن أتحاقت بالكلية الفنية العسكرية وأن أدرت أن أوصل أنكم من الأوائل فيها لأن الكليات عندنا هي بتبقى تحدي طبعا هي عكس الكليات اللي بره لأنها بتجمع بين الحياة العسكرية وما بين الحياة اللي العلمية يعني عكس باية الكليات نحن عندها في حياة علمية وصارمة كمان فإن الواحد فيها يعني يقدر يحافظ على الشقين دول وينجح فيهم دي بتبقى حاجة طبعا يعني كبيرة قوي يعني فأنا كل فخر الصراحة وبشكر جدا يعني كل أستاذيدي وكل ده كاترت إيه اللي يعني ساهموا تكوين شخصيتنا وأنهم ما وصلونا للمستوى اللي احنا فيه ده وطبعا أخيرا وليس أخيرا برضو أن أنا أحب أخص بالذكر ست الأستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكليات فينا العسكرية اللي كان القب الروحي للكلية وهو اللي كان يدعمنا دايما وبيدعم الأوائل سواء بالتكريم سواء ماديا أو معنويا